في ظل الأزمة الحاصلة في ملاف النزوح السوري وخطاب المزايد الحاصل صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع بيان ذكر جعجع من خلاله بأن لبنان كان في طالعة الدول التي استقبلت الأخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا ولكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال أي مواطن معرض حياته للخطر وبين واجب الحكومة تنظيم أي تواجد أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته ومن عضو تكتل لبنان القوي أن أبغى سانع طلجة الرد لا يحق لدكتور جعجع اليوم أنه حتى يتفوه بأي كلمة بهذا الموضوع لأنه السبب الرئيسي هو هو ومن يمثل ومن يشبه دكتور جعجع بالتعاطي بهذا الملف بفترة الـ 11 سن الماضي صراحة شفناه بأول الأزمة كيف كان متعاطف مع دخول السوريين إلى اللبنان بشكل عشوائي وانتشارهم ودمجهم بين اللبنانيين والدفاع عنهم بشراسة هو ونوابه ووزراءه أثناء بالحكومات المتعاقبة اليوم بعد كل اللي صار نقشى بأنه يكون ردت فعله كمان سيئة بحق لبنان لأنه ردت فعله الأولانية سببت ما وصلنا إليه اليوم هلأ ردت فعله الثانية الله يسطر من الأسوأ اللي معقولين وصلهم وتبع جعجع أنه بعد انتهاء الثورة في سوريا وبعد توقف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي وبعد عمليات الانفتاح التي قامت بها وتقوم الدول العربية باتجاه النظام القائم لم يعد مفهوما لماذا يقبع في لبنان مئات الألاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا بعتقد أنه بعدهم منتظرين بما أنه هو ما التزم بوعده بحلق شواربو بعتقد أنه السوريين لازالوا منتظرين ومعتقدين أنه الثورة لازالت مستمرة يعني حقيقة هيدا الكلام اليوم بستغرب أنا أنه يلاقي أي صدق أو أي أذان عند أي مواطن لبناني عنده شوية حنكي وزكا كل اللي تكلم فيه بالفترات الماضية عن انتصارات وعن هزائم وعن كل الأثاليب اللي حكي فيها بالماضي اليوم عم بيحكي عكسها تماما وهذا الشيء اللي دايما بيخوف بأسلوب اللي بتعاطى فيه سيد جعجع بالملفات لأنه ولا مرة كان فيه رؤية واضحة على المستقبل ولا مرة كان فيه صواب بالخيارات وفي بيانه تحدث جعجع عن أن بعض جمعيات حقوق الإنسان الدولية وبعض الصحافة المحلية والأجنبية تعين عن كثب بكيف يتعامل النظام الأسد بشدة وقسوة مع الشعب السوري عموما ومع العائدين خصوصا وللمفارقة أنه بدلا من أن تقوم هذه الجمعيات والأقلام بتسليط الضوء على منع الأسد للنازحين من العودة إلى قراءهم ومنازلهم والضغط عليه ليفسح في المجال أمام عودتهم الكريمة وبدلا من أن تعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته نرىها تقوم بدقوط معاكسة على السلطات اللبنانية لمجرد أنها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي تشكل خروجا عن القوانين اللبنانية وباتت ترهق كاهل اللبنانيين بسبب الأزمة العاصفة التي تضربهم ولابد في هذا المجال يتابع جعجع من التذكير بأن قرار تصنيف النازحين هو قرار سيدي لبناني كلام حق ولكن من هذا الشخص قد يكون يراد منه باطل بالحقيقة يعني هذا الجواب اللي بلاقيه مختصر على هذا الكلام لأنه أكيد هذا الكلام كلام حق ولكن نحن بنعرف مين هن داعمين الجمعيات وفتح المجال الأكبر للجمعيات أثناء وجودهم بوزارة الشؤون الاجتماعية مين اللي فتحوا المجال لتدخل أكثر في أكثر في الشؤون اللبنانية مين اللي سمح بدخول السوريين بهذا الشكل العشوائي مين اللي حضم مين اللي منع عودتهم كل الأمور يعني يشهد عليها كل اللبنانيين بالفترة الماضية مين الفريق اللي كان عم بيحكي وقائع ومصلحة الشعب اللبناني والتهم بالعنصرية ومين الأفريقاء الباقيين اللي كانوا عم بيجيشوا أكثر فأكثر ضد هذا الفريق لإستعاب أكثر عدد من السوريين لتنفيذ أجندة معينة فشلة اليوم بعد التغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة عم بروح يغير كل اللغة وكل الكلام ولكن للأسف الجمعيات هي أكثرها تنتمي إلى هذا الطرف وهو أدرى بكثير من الجمعيات اللي هو بيشتغل معها بشكل يومي على مدار 11 سن الماضي وكانت تجيش لأفكاره بشكل كامل والأمور الأخرى بالإعلام وما خالف ذلك هو كمان أدرى فيها لأنه دفع الأموال للإعلام لقول أمور أوقات مختلفة عن الوقائع وفي الختام دعا جعجع وزارة الخارجية إلى الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وأبلاغها بأن مهما يكون من أمر فأن لبنان دولة ذات سيادة وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليا سلطة فاسدة وفاشلة فأنها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنطبها اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السيادية ختم جعجع